طبعاً احنا منتكلم على حالة حب مش بنفند أو بنناقش أغنية أو عمل فني في المطلق احنا منتكلم على حالة حب وطبعاً زي ما حضرتكم عارفين المؤمن دايماً مصاب مؤمن زكريا يعني الحقيقة شفنا كلنا ولمسنا وشاهدنا بنفسنا الفترة اللي فاتت على كم محبة غير طبيعي فيه قلوب كل عشاق كرة القدم بمختلف انتماءاتهم انا مش بتكلم على الاهلوية انا بتكلم على كل من هو محب لهذه الرياضة وكل من هو محب للإنسانية احنا منتكلم على إنسان محترم إنسان محبوب ويمكن ده بطبيعة الحال نتج عنه في نهاية الأمر ان احنا شفنا الأغنية الجميلة دي اللي تغنى بيها تفنان والنجم تام الحسني في حب مؤمن زكريا طيب هنتكلم على تفاصيل أكتر عن هذه الأغنية من خلال لقاءنا مع حسان محبوب وروان علاء اللي منورين الدنيا صباحاً فقول عليكم أهلا بكم فصوا بقى أنا عايز أسمع منكم يعني ما تخلوش اللي هو نمشي في سؤال وإجابة فأنا عايز أعرف منكم حالة الحب دي ابتدت إزاي وإيه الرحلة اللي انتم مشتوها عشان توصلوا في الآخر بهذه الحالة المحبة لمؤمن زكريا نبتدي نبتدي معمين نبتدي هو زي ما حضرتك قلت فعلاً هو ماشاء الله يعني مؤمن زكريا من أكتر الناس المحبوبة واللي فعلاً كل الناس نفسها تدعمه وما فيش أي حد بيتردد خالص لما بيسمع عن الموضوع يعني سواء إحنا أول ما الفكرة عمر يعني اتكلم عنها في المكتب أو كده إحنا كلنا دعمنا الموضوع وفكرنا ويلا وابتدينا أن كل حد فينا يحاول يوصل للي يقدر عليه وإن إحنا نشتغل على الموضوع بكل التاقة الموجودة سواء التيم عندنا أو إن إحنا نوصل للناس وكل ناس كانت بتوافق في ثانية في ثانية كله 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 إن فسبحان الله يعني هو فعلاً فعلاً محبوب ما شاء الله ودعم من كل الناس يعني جبير فالموضوع ما كانش فعلاً محتاجة أي مجهود يعني هو فعلاً محبوبه وكل ناس كانت حابة أن هي تساعد وتدعم أوساب دورك تحديداً كان إيه في العمل ده وفي الحالة الحب اللي إحنا كلنا ساعدنا بيها دي يعني هو الموضوع بدأ في الأول إن عمر مؤسس الشركة كان كنا نتصور صورة كلنا للشركة فكنا عاملين حركة دعم المؤمن عادية جداً فعمر قال تعالوا نعمل حاجة المؤمن اللي هي الحركة الدعم اللي هي الحركة الشهيرة حركة دعم اللي هي بتاعت مؤمن اللي طلاع في الفيديو طبع فإحنا جينا بعدها عادنا مع بعض عادنا نفكر كلنا مين نقدر نعمل إيه فكلمنا من عدل القاعي هي اللي بمناسبة عايزة أشكرها جداً إن هي اللي كتبت الأغنية طبع وبعد كده بدأنا طلعنا خلاص بقات الأغنية موجودة قدامنا خلاص مكتوبة فبدأنا نتواصل نكلم الناس فكلمنا ملحن عبدالحمن رشدي ورده بمناسبة عايزة أشكره هو اللي لحنة وبدأنا نكلم بقى كل النجوم عايزة أشكر طبعاً كل النجوم اللي سهموا معنا سواء فنانين رياضيين لعيبة هانبول وكورة وكل المستويات عمتها هل في واحد اتردد في المشاركة هل في واحد مثلا حتى لو كان غصب عنه ظروفه مش سامحة إن يكون طرف معاك لا خالص يعني فعلاً حتى اللي ما كان ظروفه مش سامحة جيه في الآخر بعت الأغنية على طول تقريباً يوم ما كنا بنحضر خلاص الفيديو يعني كنا لسه الخلاص والأدت بيتعامل لقينا لسه ناس بتبعت لنا من كتر فعلاً ما كل الناس مش عايزة يعني تمثل اوبرتينيتي دي لنا هي تشارك في حاجة زي دي طبعاً 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 انت حسام قلت لنا انت كنت عايز تشكر من عدل قياه صح كده؟ اهه هي معاك على الهوى ممكن تشكرها هي من صباح الفل عليك وعمل جميل جداً جداً صباح الفل يا جماعة زيكم كلكم احنا زي الفل الحمد لله وفي تشكرات جيالك من حسامة هو أكيد على فكرة مش لوحده يعني الشكر موصول من كل الناس اللي شافت هذه الحالة الفنية الجميلة وحالة الحب الجميلة اللي انت كتبتي كلمتها بنفسك فأولاً بنهنيكي وبنشكرك وسانياً عايز اعرف انك بقى برضو ملابسات الكتابة وملابسات العمل من زاويتك انت تحديداً اه اولاً طبعاً انا مستمتعي اقول هو يعني قد ايه شرف بي ان انا اصتغل على البروجيكت زي ده مش بس عشان في الجزة حبنا بصادس جداً لمؤمن بس مش بس كده بجزة بس هو عشان كل حد تشاركت الوغنية هو بجزة حد الواحد يتشارك فيهم حتى لو بنعمل البروجيكت باري فما بالك بقى نفسك بنعمل ثماني حاجة اثناء حبينها زي ما بيسموها فاشن فاشت او يعني طبعاً طبعاً كده كلنا بنعمله من دافع واحد بس وهو الكبر والمتاندة مفيش اي نقطة شعور تاني يعني فيه مقصد كلنا بلد في السناء هنا لسبب واحد بس هو المتاندة والكبر مفيش اي حد لي اللي هدفتيني اه فهي كانت حاجة يعني انا مش عايزة مثلا اقولها ان انا كنت بعملها كأنها حاجة مني هي هي انا متبرات ابنة لي انا فاهم ماشي طبعاً طبعاً هي حاجة فورصة لي انا اولاً ان انا عبر عن نفسي وعبر عن حبي ومسندسي الكابتن مؤمن اللي ما كنتش عارف الحقيقة ازاي وصلت بطريقة ثانية انا عمري مع بنت حياتي وهو غريباً ما يعرفنيك بس انا اكيد من ايام ما كان بيلعب ولحد النهار ده بحيبه بي الدن ودي كانت فورصة لي ان انا عرفة اوصل له اساس ده وفورصة لي ان انا اتعاون مع كل الناس اللي حصل بينهم اتعاون ده هو اكيد عارفك يا مينا طبعا اسمك بالكامل من عضلي قيعي فتأكدي ان هو عارفك كوي بطبيعة في الحقيق احنا بنهنيكي وبنشكرك شكراً جزيلاً ولازم تيجي تنورينا بقى مرة ان شاء الله فعلش الصبح في الاهل ان شاء الله ده احنا بنشارب بيكي بنهنيكي وبنشكرك شكراً جزيلاً عملتوا حاجة يتقال عليها سهل ممتنع يعني انتو عملتوا عمل لما تيجي تفصصيها روان او تركزي معاها هتلاقي عمل في منتهى البساطة اللي في الدنيا ولكن يدخل القلب يعني هل 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 المشاعر الصدقة هي سر النجاح المدوي للعمل دولي الاغنية دي ولا ايه الحكاية ولا هي خصوصية مؤمن زكريا نفسه في قلوب محبي يعني النجاح ده جني هو كل اللي حريك قلته فعلاً ميكس مع بعض يعني هو بجد محبوب جداً زي ما هي كنتوا بتقول من الاهلي ومن الزمالك ومن مشجعي الاهلي ومشجعي الزمالك ومن الفنانين ومن اصحاب ومن كل الناس فالموضوع كان يعني زي ما تقوله هو مؤثر كل الناس اول لما لقيتوا الموضوع الطرح قدامهم ان هما يقدروا ان هما يشاركوا فيه محدش يتردد ففعلاً الموضوع تلع بالاحساس فعلاً احنا في السنة نوصله بالقلب كله كان بيعمل الموضوع بحب وهو ما شاء الله عليه جميل يعني يمكن ربنا سهل الدنيا كمان معانا ان كل واحد كان ييته في الموضوع في الاخر احنا عايزين ندعمه لان هو ايه ما فرحنا يعني انا بالمناسبة يعني انا اهلاوي يمكن وموضوع كله اهلي وزمالك وكل الفرق وكل حاجة ومصرين عامة ولكن انا كواحد برضو اهلاوي كنت بعمل الموضوع بحب ان المؤمن في يوم الايام فرحنا كتير وكنا بنقف نتنطط ونشجع الاهلي عشان خطر اجوان ما كان بجابة مؤمن وكل اللعيبة لان فيه لعيبة استثنائيين يعني يعني غصب عنا كده لما بيتذكر اسمهم بتطلع خالص بقى بره ده 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 اهلاوي وده زبركاوي وده التحداوي الحاجات بيكيه لعيبة ودوم مش كتير قوي بالمناسبة بس خدوا قلوب الناس بقى اخلاقهم واكيد باحترافيتهم بطبات الحاجة بالمناسبة كان يعني لحظة مبارح ما شفتوا مؤمن زكريا هو نازل ارضية الملعب عايز اعرف انطباع كل واحد فيك وانتو كان بقى لكم فرحنا مركزين جدا في مؤمن زكريا بشكل عابل انت شوكت اللقطة دي زي او اللحظة دي زي يعني انا يمكن عايزة كلام عنا تصلي مهمين جدا اول حاجة يعني انا كنت فرحان جدا جدا ان هو كان موجود ودي كانت لقطة جميلة طبعا من مجلس الادارة يشكر عليها طبعا ان هما كراموا مؤمن وجابوه الدرق بقى اسمه دوري مؤمن ومناسبة عايزة بقى كنادل الاهلي برضو على فوز التطويج الدوري اتنين واربعين ويمكن اللي عجبني اكتر بقى زوجة مؤمن ما شاء الله علي طبعا بجد انا حيباشنا جدا سند بمعلة عرفي فعلا فعلا ده هيبسطنا جدا شوفنا مؤمن والحمد لله مؤمن احسن الفترة اللي فاتت فان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه جعلنا تاني اخوه من الاول واحسن من الاول وهو عنده عزيمة واسرار وربنا ان شاء الله بإذن الله هيكرم لو انت يا روان بقى شفت اللحظة دي ازاي هو انا نفس الاحساس اللي عند حسين بالزبط وفعلا ما شاء الله ما شاء الله زوجته يعني بجد كمية دعم مش طبيعي ووقفة معي على طول وفي ظهر ويعني ساند عليها فالمشهد كان فعلا حلوة قوي 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 ومعبر وفعلا عايزة اقوله فعلا انت تستاهل يعني انت بجد تستاهل كل الحب ده بجد يعني ومراته ما شاء الله ربنا يعني بتاعي اللي احنا شفناه الفترة اللي فاغت اتجاهه او مع مؤمن زكريا هي حالة غير مسبوقة الى حد كبير طبا مش كده ورده ولا لا وساعده انا متأكدا ان الدعم النفسي ساعده جدا عالتقدم في العلاج وانه النتيجة تباين لان بحس ان يعني اي حد تعبان او كده الادوية او الحاجات دي اه طبعا ليها طبعا عامل بس الدعم النفسي ليه عامل اكبر واساسي بكتير عن الادوية بس والعلاج والحاجات دي فكون ان هو يشوف كل الناس دي معاه وفي ظهره فهو يوم ما يحس انه مش قادر وتاعب ولأ لأ هيكمل تاني علشان حتى الناس اللي بتحبه طبعا طبعا طب عايز اعرف انكم برضو في كواليس هذا العمل ايه الايه سواء ذكرى لطيفة من ممكن انتظاركم او بالنسبالكم ما تتنسيش واقعة لطيفة اه كعبالة حصلت في حاجة لغبطة حاجة حجرت معاكم فترة ايه كواليس يعني؟ يمكن اكتر حاجتين انا فاكرهم اولا احنا كنا فعلا بنقعد في المكتب لغاية متأخر قوي واحدة واثنين بالليل عشان خطر نبدأ نخلص الحاجة وننجزها وكده خصوان في الايام الاخيرة ويمكن من اسبوع حصل شوية يعني لغبطة كده حصل تسريب في الاغنية الاغنية نزلت على اليوتيوب في الاول خدت شوية فيوز فكانت بالنسبالنا هو جيه بالنسبالنا كانت حاجة كويسة معينا كناش توقعين كده لانه خدنا فيدباك يعني خدنا زي تاست كده شوية فحسنا ان الناس متفعلا معاك صور بتاعته هو فاحنا كنا حابين الفكرة كلها ان الدعم بتاع الناس كلها كنا حابين نوصله فكرة ان مصر كلها وراك زمالك اهل اسماعيلي كل الناس كل الاندية كل النجوم بانتماءاتهم المختلفة كلهم عاوا ودي كانت مبادرة مننا لحاكتين اولا دعم مؤمن سنيا احنا كنا عايزين يعني فكرة التعصب محتاجين نهديها شوية يعني التعصب اللي بقى موجود اليومين دول يمكن كلها مش حابينه احنا كشباب بالذات اه كل الناس عارفة ان حماس الشباب وبنحب نهزر ونصف على الفيسبوك و كده ولكن في الاخر هو هزار زي برة احنا بنهزر الموضوع كله في الاخر صحاب زمايل في الشغلة او في الجامعة او في المدرسة بيهزر مع بعض ولكن مش اكتر من كده ما ينفعش الموضوع يوصل لأكتر من كده بل بالعكس احنا عايزين يبقى كلنا واحد كلنا مع مصر كلنا مصريين في الاخر فدي كانت اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا نوصلها نبز التعصب انتو عملتوا حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا للأسف الشديد يعني حابب اعود ايقدر دشمعكو اكتر اكتر من كده بكتير واعرف كواليس اكتر من كده بكتير لكن للأسف الشديد وقتنا انتهى يا دوبار حق اشكركم حسام وروان نورتوني وشرفتوني وان شاء الله للمزيد من النجاحات الفترة الجاية بإذن الرحمن اكيد كل قلوبنا وكل دعواتنا يعني مع مؤمن زكريا مؤمن بني ادم جميل ويستحق هذا قدر المهول من المحبة ومن التأدير ومن الاحترام بنتمنى له الشفاء العاجل ويرجع مرة تانية يفرح جماهير مصر كلها على اختلاف انتماءاته